السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآهل وسلم هل تحب أن تصلي عليك الملائكة دائما بلا انقطاع أكيد طبعا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم صدقوني بكون في كمة السعادة إن أوصل لحضرتكم أي خير ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة كلها خير بفضل الله سبحانه وتعالى أقصد أي ثواب ورد في السنة بحب أوصله لكم من باب توصيل الخير للمسلمين وبكون سعيد جدا الحمد لله أني أتحرى ألا يصل إليكم إلا كل حديث صحيح أو حسن أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لتلك الأمانة لو حضرتك أو حضرتك تحبوا أن الملائكة تصلي عليكم دائما بلا انقطاع تحبوا كده أكيد تحبوا كده الوصفة اللي جابها لكم النهاردة تخلي الملائكة تفضل تصلي عليكم دائما بلا انقطاع الأول يعني إيه صلاة الملائكة يعني ملائكة هتصلي على حضرتك أو على حضرتك يعني إيه الملائكة صلاة الملائكة هو فيه ثلاث ألواع من الصلوات صلاة العبد بين يدي ربي يعني الدعاء وصلاة الله عز وجل على العبد أي ثناء الله على ذلك العبد بين ملائكة السماوات السبع ورحمة الله لذلك العبد طيب صلاة الملائكة على العبد بمعنى الدعاء لذلك العبد والاستغفار لذلك العبد فضل كبير جدا وأنتم تعلمون أن الملائكة دعائهم مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون طيب يلا قلنا بقى على الزتونة بقى بتاعة الموضوع ده يعني إزاي نخلي الملائكة تفضل تصلي علينا أي تدعو لنا وتستغفر لنا بلا انقطاع نسمع الحديث ونعرف من خلاله بقى المعلومة الجميلة دي بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد ركز معايا ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر معنى الكلام أن النبي بيقول طول ما احنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم طول ما الملائكة بتصلي علينا تصلي على النبي الملائكة تصلي عليك تصلي حضرتك على النبي الملائكة تصلي عليك الله أكبر في نعم أعظم من كده طول ما احنا بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام طول ما الملائكة بتصلي علينا أي تدعو لنا وتستغفر لنا وطبعا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم جدا وحسبنا قول النبي كما عند التلمذي بإسدادا صحيح لما قال له أبي بن كعب يا رسول الله إن لي ساعة أذكر الله فيها فكم أجعل لك فيها من صلاتي قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك خدوا بالك بقى لأن إحنا اللي محتاجين نصلي على النبي مش هو اللي محتاجين إحنا نصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال له أجعلها الربع أصلي عليك الربع الساعة ديت فقال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك ليك أنت قال له طب التلت طب النصف طب التلت اربع في الآخر قال له إذن أجعلها صلاة عليك كلها يا رسول الله فالنبي رد عليه وقال له صلى الله عليه وسلم قال له إذن لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك يكفيك همك خلصتك كل هموم الدنيا ويغفر لك ذنبك دخلك الجنة يا إن من غفر له كان من أهل الجنة يا سلام يبقى ضمنت الدنيا والأخرة برصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ضمنت إن الملايكة بتصلى عليك وبتدعي لك وتستغفر لك وضمنت نفس الحكاية دي لو في ظلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام على طول ولا يفطر لساننا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اجعلك وردة على الأقل كل يوم ألف ألفين تلات تلف مرة لا تبخل على نفسك زي بقولك النبي مش محتاج صلاة عليه إحنا اللي محتاجين وإحنا اللي بنتشرف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر هذه كفاية الوحدة شو بقى تخيل حضرتك لما تصلي تقول اللهم صلي وسلم وبرك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شوف أنا أقول تقوه الله صلى علي الآن عشر صلوات يعني إيه يعني ذكرني بين ملائكة السبوات السبع عشر مرات ورحمني عشر رحمات في أكتر من كده بمرة واحدة تصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم عشان اللي سنده لا يفطر عن الصلاة على النبي شفتوا أصلاة على النبي كلها خير إزاي وده أقل واجب نقوم بيه مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبقى من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحتى عنه عشر خطيئات يعني غفر له عشر خطيئات ورفع له في الجنة عشر درجات يا خبى ربيا بصلاة واحدة على النبي ربنا سبحانه تعالى فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض هيصلي على حضرتك أو على حضرتك عشر مرات أي نعم وفوق ده كله عشر زنوب هيتغفروا ليك وليك أي نعم وفوق ده كله كمان ويترفع لكم عشر درجات في الجنة بصلاة واحدة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب المصطفى كما عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي يوم القيامة أولى الناس بالنبي وأكتر ناس هيكونوا قاربين من النبي وأكتر ناس يهتم بهم النبي وأكتر ناس هم أولى بشفاعة النبي هم أكثرهم علي صلاة الله إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة واختم بهذا الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي عشرا حين يصبح العشر مرات في أفكار الصباح كده وعشر حين يمسي مع أفكار المساء تمام كده؟ أدركته شفاعتي يوم القيامة تقالوا حضرتكم كده يوم القيامة لما ديجي نقف كده في أرض المحشر حفاتا عراطا غرلا غير مختونين والشمس تبدو فوق رؤوسه موقف صعب جدا فوق ما يخطر على قلب بشر لكنه موقف جميل وسهل ويسير على أهل الإيمان والتوحيد ليه؟ أهل الإيمان والتوحيد سيكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت لما تكون حضرتك وحضرتك صلتوا على النبي كل يوم عشر مرات الصبح وعشر من رب الليل وإحنا قلنا مش عايزين نبخل بقى فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال البخيل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه هو عاد تكون بخيل وهو عاد تكون بخيلة يبقى من صلى على النبي عشر مرات حين يصبح وعشر حين يمسي يوم القيامة لما يحب يدور على مخرج من مآسي يوم القيامة يجد أن شفاعة النبي هي التي تدركه أدركته شفاعتي يوم القيامة من الآن اوعوا يفطر لسانكم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا نفسكم كده على الأقل ورد كل يوم لكثرة الصلاة على النبي وأنا بقولها لكم مناصيحة أخ محب ورب الكعبة ما من إنسان يقع في مأزك فيكثر من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاءه الفرج من أوسع الأبواب أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنكم الهموم والكروب وأن يوسع أرزاخكم وأن يسد دينكم وأن يجلب لكم الرحمة في الدنيا والآخرة وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته